مرحباً مرحباً من المشاركين اسمي سامر شهاب أنا مدير الشركات الاستراتيجية لقطاع الإعلام بشركة متا طبعاً في كتير ناس بيسألوا مين متا متا هي الاسم الجديد للشركة اللي بتحتضن منصات فيسبوك، انستغرام، وواتس أب يعني اسمك كتير منعرفها ومنحبها اليوم إن شاء الله بالبرزنتيشن هنحكي عن مستقبل الإعلام من ناحية القطاع الترفيهي بما أنه معظم الشركات اللي نحن نعرفها ونحبها اللي نحن نتعامل معهم بالإقطاع الترفيهي هن محاطات التلفزيون الجرائد الدجاجال الناس اللي بيهتموا بصناعة المحتوى فحن نفوت ونورجيكم شو عنا أفكار متا شوية تطلعية شوية مستقبلية وبآخر الساشن إن شاء الله بكون سعيدة كتير إذا بتسألوا كم سؤال بجاوبكم كم جواب فخلينا شوية نعملها أكتر تفاعلي هالساشن فخلينا بس نبلش من الأساس وهو كتعريف صغير عن شركة متا طبعا معظم الناس عارفين إن شركة متا عملت تري براندينج أو إعادة تطوير لنفسها وغيرت اسمها السنة اللي فاتت شركة متا غيرت اسمها بس المنصات اللي بعدها تحتنا هي بعدها نفسها وبعدها المنصات اللي الإعلميين زي حضراتكم بحبوها واللي نحن نحبها ومنستعملها كل يوم كمستخدمين نحن نحن نركز أكتر معهد تغيير بالاسم على المنصات اللي كلنا بنعرفها مثل فيسبوك إنستغرام وواتساب بس الرؤية طبعنا بعدها هي هي واللي هي نخلق تواصل بين المجتمعات اللي عايشين فيها من ناحية ومن ناحية تاني نخلي الناس إعلميين أو علامات تجارية تكبر معنا وتزيد على المنصات طبعيتنا فكل الناس اللي الحضور اليوم حيطلع له شوية إن شاء الله حيستفيد من هالبريزنتيشن فبما أنه نحن غيرنا أسمائنا بس الرؤية طبعيت متا والتطلع المستقبل للشركة بعده زي ما هو إذا فينا بس هيك نستذكر شوي أشياء كلمات صارت عم تخطر عبالنا وأكيد حضراتكم بالمتدى سمعتوها كتير هي كلمة متافرس كل الناس عم تحكي عن المتافرس وكيف المتافرس حيكون متل خطوة جديدة بعالم الإعلام خلونا شوي نشوف المتافرس من وجهة نظر متا العالمية كيف حيكون وكيف نحن منتصوره الطريق للمتافرس تبتدي بكم خطوة نحن بلشناها وفي كتير ناس مفكرين أنه شركة متاهية الشركة الوحيدة يلي عم تهتم ببناء المتافرس طبعا نحنا كلنا عارفين أنه هيدا مش مصبوط نحنا جزء من المتافرس ونحنا عادين بمدينة عريقة مدينة عم ترعى هالرؤية المستقبلية كدبي فنحنا جزء من المتافرس نحنا عم نبني أبليكيشن وتطبيقات وحلول للمتافرس بس نحنا مش المتافرس كلنا فعنا كتير شركاء عنا كتير صنع محتوى إعلاميين متل حضراتكم جزء من المتافرس إذا منتطلع على التطور اللي وصلنا له ليش نحنا واقفين اليوم عم نحكي على المتافرس وليش متى هي جزء لا يتجزء من هيدا الرؤية إذا منشوف عبر السنين إذا مننطلع على آخر عشرين سنة منشوف كيف صار في تطور بالكومنيكيشن والاتصالات وطبعا الكطاع الإعلامي هو عنده حصة الأسد بهالتطور فبلشنا من ميسجز كتير بسيطة SMS تاكست بعدين انتقلت للإيميل بعدين الإيميل صار صور بعدين الصور صارت فيديو طبعا مع كورونا صار الاتصال على الفيديو شي طبيعي وجزء من حياة الكل وأخيرا وصلنا على الشي اللي عم نحكي فيه هلأ اللي هو المتافرس اللي هو شو هيقدم هيدا رؤية المتافرس لا نحنا كقطاع إعلام وكقطاع ترفيه بالتحديد متافرس دعنا نطلع على ما لدينا بالنسبة لهالتطور أول شي كلمة متافرس معناتها قطاع تجربة ممكن تعطينا أو تعطينا تجربة 63 درجة بكل الحواس بكل قدراتنا على الاتصال والتواصل ممكن يكون جزء من المتافرس شي ديناميك أو شي بيتحرك على السريع ويتطور كمان على السريع فكل شي اليوم عم نحكي فيه ممكن يتغير بعد شهر أو شهرين وأخيرا حيكون انتركنكتب طبعا شي مش غريب علينا كلنا كسكان ومقيمين في دبي لأنه نحنا بمدينة من أهم وأحسن المدن المتصلة مع بعضها والمتصلة بالعالم كله ككل فبصراحة رؤية المتافرس من شركة متا شي كتير محمس شي كتير بعده بأوله بعدنا عم نخطي أول خطوة كمجموعة نحنا شركائنا وكشركة وصراحة متحمسين كتير لنشوف كيف نظرة ورؤية المتافرس معتمدين على شركائنا من صناع محتوى معتمدين على شركائنا من إعلاميين طبعا بالمنطقة هاي لأنه المنطقة طبعيتنا ما شاء الله عندها يعني بده فوكس طبعا من شركات إعلامية وأعلانية وأكيد العالمات التجارية أو البراندس والمجتمعات اللي نحنا جزء منها لا يتجزأ فكل هاي العناصر هتكون إن شاء الله جزء لا يتجزأ من المتافرس وكيف نحنا سنبني المتافرس مع عدة شركات تكنولوجية أعلامية براندس وإلى هنالك فإن شاء الله المتافرس كما نرى نحنا كما نتصوره سيكون النقطة طلاقي لكل الناس على كفية أجناسة وأطيافة وألوانة وهلو مجرد مثل ما قلنا المتافرس طبعا مش يمكن الكلمة جديدة كلمة بلشت تداول من السن اللي فاتت بس فكرة المتافرس مش كتير جديدة إذا هيك نتعمق شوي بالفكرة أول شيء القصة بلشت بحوالي تقريبا 2015 لما بلشت التكنولوجيا تتطور شوي لتقدر تاخد أو تستوعب إذا فينا نقول الأدوات والتكنولوجيا المطلوبة علشان بناء المتافرس فإذا كان فينا نشوف مثلا تطور الابتداء من الـ 5G طبعا نحنا كدولة إمارات نحن مصبقين بالـ 5G وكيف هال البناء التحتية تبع الانترنت تحضرنا للثورة التكنولوجية المتافرس ما جزء منها فإذا نحن بعدنا بدين بالطريق بعدنا نشوف التطور وإن شاء الله يعني الـ 5G في كتير أمال وفي كتير رؤى نشوفها عم تتحقق سوا متل ما المتافرس كمان حق الإتصالات والإعلام عم يتطور كمان شفنا كيف نحن نتصل ببعنا والإتصالات كمان تطورت إذا فينا نشوف من حوالي 200-300 سنة كيف كان ما في تليفون ما في اسمس ما في انستجرام كانت الإتصالات أكتر تكون مثلا اجتماع كبير بقاعة كبيرة أو بمجلس أو و يعني شكل شوي مجتمعي وأقرب من شخص للتاني وكيف هالأشياء صارت تطور مع اختراع التليغراف ومع اختراع التليفون وصولاً للإيميل والمساجينج والموبايل فون طبعاً يغير كل حياتنا وصولاً وصولة الحقيقة وحق التليغراف وطبعاً متاورس مكمل طلوع كمان لما منيجي منتطل على قطاع الترفيه وقطاع الأعلم الترفيهي بالتحديد كمان الوقصة صوية شوي وأخيراً عم تتطور وتتحدث وتتغير بلشنا بالمسرح بلشنا بالعروض بلشنا بالراديو بلشنا بالتلفزيون طبعاً جزء كبير من حياتنا وعم نكبر وأخيراً وصلنا إلى الكمبيوتر والفيديو جيمينج والجيمينج اللي بيصير على الموبايل فون وشفنا تطور هالقطاع على أجهزة الموبايل كيف صرنا عم نحضر فيديوز كيف صرنا عم نحضر مسلسلات برامج ترفيهية وكيف حناخد هالمحتوى الترفيهي من شاشة الموبايل إلى ما بعد فإذا نحن كمتا وكشركة إذا في قول راعي لفكرة الميتاورس وراعي ومستثمرة كبيرة بالأفليوشن أو بتطور قطاع الاتصالات كيف عم نحقق هيدا الشي على الأرض خلال طبعاً الأبس أو التطبيقات يلي كلنا بنعرفها ومنحبها مثل فيسبوك مثل إنستغرام ميسنجر وواتس أب وأخيراً رياليتي لابز رياليتي لابز إذا للأشخاص اليوم اللي معنا يلي ما كتير مطلعين رياليتي لابز هي إذا فينا نقول شركة داخلية أو تيم معين بمتى مسؤول عن أول شي تطوير وتحديث الأوكيليس القطع الهاردوير يلي حتنقلنا من اليوم لبكرة وطبعاً الجماعة عم بيشتغلوا على كتير أفكار حلوة علشان ينقلونا فالحلول أو الأشياء اللي عم نشتغل عليها تقريباً بتصب بثلاث عوامين العمود الأولي هو الكميونتيز طبعاً وهو بصب برؤية متى على تمكين وتقوية المجتمعات اللي نحنا جزء منها يعني بدنا نفكر كمستخدم بدنا نفكر بعيالنا بأصحابنا بالناس اللي نحبهم تاني شي الميديا كومبنيز أو القطاع الإعلامي اللي نحنا كلنا منه كيف فينا نمكن ونقوي ونطور القطاع الإعلامي بعالمنا العربي هيدا علشان نكون جزء كبير من قصة نجاح الميتافيرس وأخيراً البزنس سوليوشنز أو الحلول التجارية اللي هي للبراندز للعالمات التجارية للمعلنين وإلى آخره وكيف كل هالثلاث عواميات حيجتمعوا مع بعض وإن شاء الله نشوف النجاح بالميتافيرس متل ما حكينا البناء أو عملية التطور حتكون على ثلاث مراحل نحنا عم نشتغل على البلاتفورمز على التطبيقات من ناحية من ناحية تانية عم نشتغل على شي اسمه إكسبرينسز أو التجارب يلي هي شي مش ضروري يكون ملموس هي الإحساس الحلو يلي بيتركوا مثلاً إنستجرام من بعد ما تكون عم تشوفوا ريلز أو بعد ما تكون عم تشوفوا فيديوز وثالث بارت أو تالي جزء وهو جزء كمان مهم وجزء بعد ما عم نقدمه للعالم العربي اللي هو الهاردوير أو الأشياء المحسوسة يلي فينا نقدمها متل الأوكوليس متل نظارات ريبان اللي فيهون كاميرا اللي بتطلع دغري على ستوريز فهل ثلاث نواحي ممكن هي نقطة يعني متى عم بتكون نقطة التقاء هل ثلاث نواحي إن شاء الله فور ذا فيوشي يلي ما بيعرف فيه كمان خاصية كتير كبيرة على منعصات متى خصوصاً على فيسبوك وإنستجرام متخول صنع المحتوى بتخول المعلن الأعلام والمعلنين إنه يطلعوا فلوس إنه فيه إيرادات فيه أرباح من بلاتفورمز متى هلأ شوية منرجع من نحكي عليها بس كمان بالنسبة للمونتايزيشن أو خلق الأرباح على البلاتفورمز كمان هايدي الشغلة عم تتطور متل من زمان كنا يعني العقلية شوية اللي بعدها شوية قديمة منعمل عنا حفلة منعمل تكيتس بروح ببشتري التكيتس التكيت مطبوع منعمل سبونسرشيب فيه إعلان كبير بوجنا على الشارع فيه تي شيرت ممكن تهيدا نشتريها وإلى آخره هيدو الأشياء اللي شوية عم نطلع منهم وعم نروح على عالم ممكن يكون فيه انافتيز أو ديجيتال كولكتبز أو أشياء مش ضروري تكون محسوسة بس تكون limited edition عم ندعم الفنانين عم ندعم الناس اللي عن جد عم يخلقوا محتوى راقي وجميل ومسلي وترفيهي علشان يعملوا مصاري ويكبروا المجتمع تباهم على المنصات عم نروح على سبونسرشيب عم نروح على جايمينج عم نروح على تجارب مش ضروري موجودة أو محسوسة بالعالم بالعالم المرئي والمحسوسة اللي نحن فيه فما بستغرب أنا إذا بعد إن شاء الله سنت الجاي ولبعدها يكون المنتدى كله فيردش والكله بعالم افتراضي غريب عجيب جميل جدا ممكن أي شخص بالعالم بده يحضر المنتدى يكون قاعد ببيته وعم يحضر المنتدى معنا وعم يشارك وعم يسألنا أسئلة فهيدي النظرة المستقبلية صارت أقرب يعني نحن أقرب لألها من أي مكان أو زمان من قبل فإذا كيف فينا نعمل أو نجيب هالرؤية كمجموعة نحن كإعلاميين وكشركات تكنولوجيا بكل بساطة خلونا شوي نطلع على كيف شو عم نعمل اليوم اليوم التركيز متل ما كلنا بنعرف على الفيديو صح ولا لا الناس نحن كمستخدمين نعرف من حالنا لما نفوت على إنستغرام على الأسوال شو منشوف منشوف ريلز منشوف ستوريز منبعث منشارك الفيديوويت منضحك شوي منزعل شوي فالمستقبل هو اليوم واليوم عم نركز أكتر شي على الفيديو أنا بدي يكون يعني كتير صريح مع الجميع أنه لو كان في بالجمهور صنع محتوى لو كان في إعلاميين خلونا نحط يكون الفيديو كأول بريوريتي أو أول شي على الليستة تبعيتنا كمحتوى كصنع محتوى بالعالم العربي العالم العربي دايما نطلع على الناس اللي عم يعملوا محتوى جميل إلو قيمة ترفيهية أو قيمة تربوية يعني الصراحة ما في حدود للأشياء اللي ممكن تطلع على الـ Platforms أو تطبيقات متا ما تكون لها قيمة فأنا كابن المنطقة وكشخص متحدث بالعربية أنا منكون كتير مبسوطين لو منشوف محتوى عربي ذات قيمة بعيد شوية عن الكلشهات والأشياء اللي كنا نشوفها جيل الجيل اللي قابلنا وشوية تكون معاصرة ومتطورة وهيك بتحكي مع الجيل الجديد يلي عم نحاول نصله وأكيد كلنا عم نحاول نصله فخلينا نشوف كيف فينا نتحضر شوية الأشياء فينا نعملها اليوم علشان تحضرنا لبكرة تمام؟ أول شيء خلينا نحكي على الأفاتارز يلي هي هول الأشخاص الحلوين اللي على المالة اليسار الأفاتارز هي مثل extension مثل امتداد للشخص كل واحد منا ممكن يكون امتداده أو ظله على المتاور تمام؟ فينا نعمل يلي بدنا يلي بدنا يلي بدنا يلي طبعا الـ options are great ثاني شيء digital collectibles أو المجموعات الإلكترونية الغير محسوسة أو الـ NFTs بسموهم وهيدي أكتر شيء الناس الفنانين الناس اللي عندهم مثلا مجموعات فنية بتطلع صور فيديوهات أغاني موسيقى هايدي شغلي ممكن نستخدمها من اليوم ومتوفرة على منصات فيسبوك وإنستجرام وطبعا augmented reality أو الواقع المعزز أو الواقع المفترض يلي كلنا بنعرفها هي أبسط شيء لكم يا إنو تشبه الفلتر بس طبعا عم نخدها لبعدين عم نفكر ببعدين كيف حتكون هالفلترز معززة وكي وأحلى وبتسلي أكتر بالـ metaverse وشو حنستخدم هاردوير علشان نقدر نشوف هالأشياء أو نعملها طبعا مش بس نستخدمها تمام فإذا كإعلاميين وقطع إعلامي بالعالم العربي طبعا شركة meta يعني نحن عادة بنشتغل باست على حلول في مشكل في حل صح ولا لا فإذا الأهداف أو الـ goals تبعول كل الأعلميين أو القطاع الإعلامي هني مثل ما بقولوا موثقين أو متصلين بحلول معينة على منصات متى خليني بس أحكي عن الأشياء بطريقة مختصرة طبعا أول شيء من ناحية التسويق أو الماركتينج ممكن لأي إعلامي أو صانع محتوى اليوم محاضر معنا أو بتعرفوه أو أي حدا يكون عنده presence أو حضور على المنصة يلي بيحبها ويلي بيختارها ويتحدث مع الـ community أو الـ audience أو المشاهد يلي على الطرف الثاني من خلال الفيديو طبعا الفيديو مقسوم لعدة أقسام في الفيديو الطويل يلي هم نعتبره من ثلاث دقايق أطول وفي الفيديو القصير يلي هو بيعتبر ريلز أو شيء على السريع هؤل الحلول ممكن نستخدمها من اليوم ممكن كمان الحلول الإعلانية طبعا كلنا بنعرفها وكلنا شايفين الإعلانات على المنصات هايدي بتمكن البزنس العلمات التجارية والإعلاميين من الوصول لناس ما كانوا يعرفوا أنه مهتمين بالمحتوى طبعهم وطبعا الـ groups الـ groups ما بعرف إذا بتستخدموهم بس هي خاصية على فيسبوك شوي هيك intimate شوي مغلقة ممكن تكون مثلا حسب هواية معينة أو جمع طوابع ركض ماراتون سباحة يعني طبعا في الـ options كتير كمان هيك بتخلق مثل بتقرب الناس من بعض البعض خصوصا للناس اللي ما بتعرف بس بتكون تعرف إنه عندها هواية مشتركة أو شي مشترك شي كتير حلو تاني عمود اللي هو تحقيق الأرباح أو الـ monetization طبعا إذا في محتوى فيديو عندكن منصات فيسبوك وإنستجرام بتخول الصانع المحتوى يعمل فلوس على المنصة من خلال تحميل الفيديو أو الـ uploading of the videos ما حنفوت فيها كتير اليوم بس طبعا إتس ون of the options اختيار من الخيارات وفي كتير من شركات الإعلام بالعالم العربي هون بدبي بالسعودية بعدة مناطق قد شركاء كتير كبار مع متى قد يعمل فيه اتفاقيات أرباح بيننا وبينهم فالشغلة مش مستحيلة ومش بعيدة أبدا وطبعا الميتافيرس حكينا كتير عن الميتافيرس اليوم فكيف فينا نتحضر وكيف فينا نكون جاهزين اليوم نبلش يعني نبدأ اليوم علشان نكون جاهزين لبكرة صح ولا لا فإذا لما نكون لما نتطلع على الماركتينج نحنا نشوفها بكون معين أو بعالم معين مقصوم لعدة أقسام أول شيء الـ promotion أو التصويق يلي هو تشجيع الإعلاميين وصناع محتوى الترفيه لا يوصلوا للمشاهد يلي مش عارفين وين هو صح؟ المنصات عندهم تقريبا 3 مليار مستخدم عالميا أكيد 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 في مشاهد على الناحية الثانية مهتم بالمحتوى مهتم بصناعة الإعلامي اللي نحنا عم نعمله صوص إذا كان إعلام عربي فهيدي الناحية الثانية منصات فيسبوك وإنستجرام بتتيح لنحنا كشركات إعلام بنمو بنشوف على الناس اللي عم يحضرونا الناس اللي مهتمين فينا عم يكبروا إذا كان من عدد الفولوورز أو كان من عدد المشاهدات أو كان من عدد التفاعلات يعني بصراحة الـ opportunity is huge على منصات فيسبوك وإنستجرام وطبعا بالأخير بيجي قسم الـ retention وهو كيف فينا نحول المشاهد اللي شاهدنا مرة لمشاهد متابع يعني كيف فينا نخلق محتوى إعلامي ترفيه مسلي مش يخلي سامر يحضر الفيديو مرة لا ويرجع سامر الأسبوع الثاني والأسبوع اللي بعده علشان نطمن هالـ retention أو هالـ هالعلاقة بيننا وبين المشاهد هون عم نشوف عدة نحنا منسميهم بـ meta surfaces تمام يعني أنواع فيديو فينا نستخدمها من اليوم علشان ننمي هالـ هالقطاع ننمي عدد المشاهدين ونكبر عدد التفاعلات معنا أول شي طبعا الفيديو on demand اللي هو VOD اللي هو قلتلكم عنه هو الفيديو اللي منعتبره نحنا طويل طويل المدة ثلاثة دقائي وطلوع منسميه فيديو on demand وهون الفيديو on demand هو الفيديو الرئيسي أو الحل الرئيسي إذا كنا عم نطلع على الإرادات تمام إذا في عنا محتوى مدة طويلة هيدا التركيز تمام التاني شي ستوريز طبعا كلنا عارفين شو هي ستوريز وكلنا عم نستخدم ستوريز كل يوم فستوريز هي نوع فيديو بتكون فيديو مثلا لكل يوم محتوى كليوم محتوى سريع الثالث النوع اللي هو live أو البث الحي في كتير قنوات وأعلاميين بعالمنا العربي عم يستخدموا خاصية live أو خاصية الفيديو بالأحرى عالمنا العربي من أهم الأسواق العالمية بشركة meta لما نطلع على live يعني نحن بعدنا منحب البث الحي live عنا بالمناطق فهيدا شي كتير بشاجع وأخيرا وليس أخيرا هو الريلز طبعا كلنا عارفين الريلز وكلنا عارفين قدي بيسلوا وكلنا عارفين قديش بنقعد ساعات وساعات عم نشاهدهم فمش ضروري نحكي عليهم كتير بس أجل الريلز اليوم هي محل مع معظم المشاهدين ومعظم النمو عم نشوفه من وراء الريلز بكل صراحة يعني إذا في عنا صناعة محتوى وعالميين بالجمهور أنا بشجعكم إنه شوي نتطلع شوي نركز على الريلز علشان نبلش نشوف هالنمو بالمشاهدين والمشاهدات والتفاعل فخلينا هيك بس نتذكر شوي تمام فللأشخاص المهتمين بيت نمول أو تكبير الحسابات وتكبير المشاهدات هاي دي متل استراتيجي كتير بسيطة إذا فينا نتصورها بادي من فوق نبدأ من الأول واللي هي المحتوى اليومي شوفينا نعمل كل يوم عشان خلي المشاهد متابع ومركز تمام ففينا أول شي طبعا الستوريز كنوع من المحتوى هن الأساس وهن أسرع شي صح ولا لا تاني شي الفيد يلي هو اللي من ننزل فيه على طول يلي هو من أقدم البرودكس على المنصات يلي هو ميكس من صور وفيديو والناس بعدها بتحبو وثالث شين هم الريلز إذا بتلاحظوا يا جماعة أول يعني أكبر باند أو أكبر جزء من هالستراتيجي هيو الفيديو القصير صح ولا لا يعني فيديو لا يتعدى ستين ثاني خلينا نكون صراحين هالفيديو القصير أو هالمجموعة الفيديوهات القصيري شو عم تعمل عم جيب مشاهدين جديد عم جيب مشاهدين ما بيعرفوا بعد بالبراند مش سامعين بالبراند أو مش سامعين بالمنصة أو الحساب عم جيبوا منبره وعم تقولوا تعووا شوفوا هذا المحتوى ممكن يكون شي بسلم ممكن شو يكون شي بسلم ممكن شو يكون شي بسلم بسلم نحاول نوصل لناس مش عاملين لايك أو مش عاملين يتجبوا نحاول نوصل لان أكبر عدد من الناس على الإطلاق فا غرينا نفكر هايك هذا النوع من الفيديو عم بوصلنا على فيديو أطول شوية بالمدة اللي هو مثل الفيديو عن ديماند اللي هو ثلاث دقائق دقائق أو أكتر واللي هو اللايف اللي عم بي أوكي عنا مثلا ناس شوي مركزي معنا بتعرف شوي عنا بتحب المحتوى طبعنا عم نجيبوا نلاي يحضروا أو يشاهدوا فيديوهات أطول تمام فأنا إذا مؤسسة إعلامية أو أنا مهتم بالإعلام أو أنا صحفي عم بعمل فيديوز أو منتج هؤل الأشياء لازم انتبه عليهم وبالأخير طبعا في عنا حلول إعلانية وكلنا عارفينها والسبونسرد آدز الأشياء اللي بتطلع على الإنستغرام وطبعا كل لياتنا شارين منهم أنا مأكد فكيف فينا نحنا كصناع محتوى وشركات إعلامية نجيب الناس يلي بحبونا يلي متابعيننا يلي مركزين معنا يعني ناخدهم شوي للنكست ستب كيف فينا نكون مركزين معهم ونطلع بالأخير يعني بالأخير نحنا نوير اللي بزنس صح ولا لا فكيف فينا نعمل تيكتينج كيف فينا نخلق منتجات حول البراند كيف فينا نبيع مثلا تيكتز لشي فيرشول أو حفلة أونلاين أو شي بالمتا فيرس على كوست هول كل الأفكار يعني فكرة بتجي ورا فكرة و It's all part of الإيكو سيستم يلي متوفر اليوم مش شي بعيد أو شي بعد خمس سنين خلنا نركز شوي على ريلز طبعا مين بيستخدم ريلز مين بيحضر ريلز مين بيحضر ريلز طبعا فأنا أول مرة حضرت ريلز من حوالي سنة ونص ساعتين وثلاث لو حسيت على حالي شو عم بيصير كين بتتخط عم طلع ريلز هيك واحد ورا واحد ورا واحد ساعتين وثلاث بعد صارت ساعة ثلاث ونص الصبح قلت له فريلز هو المحل يلي بيقول لنا بمتى وير دي ماجيك ها بين اليوم تمام، فبدنا نفكر شوي كيف فينا نجيب المحتوى تبعنا قد ما كان تمدته قد ما كان طوله أو عرضه أو ارتفاعه ونحطه بتجربة أو بأكسبرينس فيرتكل تمام، وقصيرة أقصر من ستين ثانية دايما أنا بقول لكل الشركاء اللي مشتغل معهم كلما كان الريلز أقصر كلما إجيتك مشاهدات أكتر صح ولا لا؟ لأنه ما حدا بضيوع ثلاثة أربع دقاي عم بيحضر شي شيء واحد فخلونا نفكر بهالشغلة، وصراحة نحنا كقطاع ترفيه وتسليه الريلز يعني it's very natural شي كتير طبيعي نكون محل ما المشاهد يكون تمام؟ كيفينا نطلع فلوس أو نرسمي أو نطلع أرباح من الفيديو أو المحتوى تبعنا خلونا مركزين هون على الميلة اليسار مرة تانية أول شيء إنستريم أدز كم مرة كنا عم نحضر فيديو طويل على أي منصة وطلعنا أعلان بالنص أنا كصانع محتوى أو كشركة إعلامية أنا بناسبني صراحة إنه طلع فلوس من المشاهدات الي عم تجيني صح ولا لا؟ لأنه الرقم هيدا تبع المشاهدات هذا ببالاش هذا ما له معنى صح ولا لا؟ بس إذا كان عم بيطلع فلوس إذا كان عم بيجيله مردود ساعتها شي تاني صح ولا لا؟ فهيك فالإنستريم أدز شيء من سميه إنستريم أدز طبعاً كلما كان الفيديو أطول بهالحالي كلما كان مردود أو الدخل من الفيديو أعلى ليش؟ لأنه كلما كان الفيديو أطول كلما كان فيه فرص لا الإعلان أكتر تمام؟ فشي طبيعي وشي بديهي طبعاً البراندد كونتنت لما يكونوا صناع المحتوى إذا فيه عندنا صناع محتوى بالجمهور لما بنشتغل مع براندز أو علامات تجارية بنطلع فوق منلاقي بيت بوارتنرشيب ويذ كذا هاي دي كمان طريقة للمردود والأرباح من بلاتفورنز تبعولنا وطبعاً نحنا بنشجع كل صناع المحتوى يستخدموا هيدا الوسم أو هيدا التاج علشان شفافية من الأخير كلنا لازم نعرف إنه هيدا إعلان أو هيدا شيء مشترك بين صانع محتوى وعلامة تجارية ونحنا بنشجع الناس يستخدموا هيدا الوسم طبعاً اليوزر بي أو داريكت كونسيومور هول أشياء أنا بحب كتير نحكي عنهم بعالمنا العربي لأنه بعدنا مش مش عم نستخدمهم كتير أول شي شغلي اسمها بيد أونلاين إفنت فيا جماعة إذا فيه حدا بالجمهور من مؤسسة إعلامية عندكن كونسرت فيه حفلة غنائية مباراة رياضية هيدا الشغلي كتير كتير مهمة علشان نطلع مردود زيادة من منصات فيسبوك وإنستجرام وبكل ببساطة بتخولكن تخلقوا تيكيتينغ ديجيتل تيكيت تمام المشاهد بيشتري تيكيت علشان يحضر مباراة أو يحضر الكونسرت إلى آخره فهيدي شغلي كتير حلوة وأنا بتمنى نشوفها إن شاء الله عن بالقريب بعلمنا العربي هون بره شي طبيعي بيستخدموا كتير هون بدنا شوف شوية حركة عليها تاني شي شغلي اسمها سبسكريبشنز إنستجرام نزلوا هالخاصية بأميركا من شهرين أو ثلاث شهور تقريبا وهي يا جماعة لما كون أنا صانع محتوى عم بعمل محتوى مصبوط من قلبي عم بيفيد الناس الناس بتحبو صار فيني كصانع محتوى حط في أو تشارج صغير شهريا إذا أنا بحب صانع المحتوى ممكن اتفعله عشر دراهم خمسة عشر درهم بالشهر لأخذ محتوى أو كونتنت إكسكلوسيف حصري ما حدا شايفه غيري تمام فهيدي طريقة كتير حلوة لصنع المحتوى يعملوا شوية فلوس غير الأشياء اللي بيعملوها وأخيرا وليس أخيرا ستارز والباجز يلي هي كمان فينا نقول إذا أنا بحب مثلا قناة معينة أو صفحة معينة في أشتري شي اسمه فيسبوك ستارز تمام وكلما يطلعوا فيديو عجبني بعطيوهم شوية ستارز تمام كمان هايدي كمؤسسة إعلامية أو كناشر فيديو في مردود مادة من وراه تمام والحلو إنه إذا منطلع على بيد أونلاين إفنس سبسكريبشنز وستارز وباجز نحنا كشركة متى كل دولار الشركاء تابعونا عم بيعملوا منه لثلاث خواص عم بيخلوه يعني ما منيخد فيه أو ما منشرش شي زيادة أبدا من اليوم من اليوم لغاية سنة 2024 كل دولار يوميك إز يورس تو كيب كصناع محتوى أو كشركات إعلامية هايدي شغلي شوي خيان فكر فيها فإزا الإيكو سيستم أو العالم اللي نحنا منشوفه لما منحكي عن المردود المادي للصناع المحتوى هو كالإيتي باري سيمبل كونتنت بارتنرز اللي نحنا كلنا هون تقريبا مجموعين إعلاميين الشركات إعلامية معلنين وصناع محتوى بميل ميل التاني اللي هي المعلنين يلي هني هني هن 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 نحطوا إعلاناتهم على المنصات ويوصلوا لأكبر عدد ممكن المشاهدين وطبعا البيبل أو اليوسرز يلي المستخدمين مثل لما نكون نحنا برا الشغل تمام فهل ثلاث عناصر هي العناصر يلي بتكون تقريبا المونتايزايشن إيكو سيستم أو العالم يلي المردود أو الأرباح بتدور فيه تمام فنحنا بالمبدأ اليوم كناس مجموعين نحنا فينا نعتبر حالنا content partners اللي نحنا عم نقدم أو نأمن المحتوى لا ينحط على المنصات فإذا لو شو مكان أو أي مكان المشكل أو solution أو البزنس اللي نحنا فيه من صناع محتوى واعلاميين في حل على منصات انستغرام وفيسبوك وأنا بشجع من بعد البرزنتيشن اليوم تفوت شوي نكتشف أشياء انبحبش شوي علشان نشوف الحلول وخلوني أعرف تمام فلو شو مكان الاشو أو الاشو فيه solution على المنصات وبس ونحنا كصناع محتوى اليوم إعلاميين عرب بها المنتدى يعني ما فيه أهم من هيك محل إنه نقول فيه إنه من اليوم لازم نتحضر للأشياء الحلوية اللي جاي ما بنعرف شو هي كل لياتها لأنه في كتير ناس كتير شركات تقنيات تكنولوجي حاطة إيدها فيها في كتير استثمارات طبعا من سمو الشيخ إلى سمو الشيخ حمدان كل عم في كتير طاقة وكتير استثمارات بقطاع المتافرس ونشوف كيف فينا نحسنه ونطوره ونبني سوا فالأفضل نكون نبادين الشغل اليوم صح؟ أحسن ما تمس أوت على بكرة شكراً 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 المحتوى اللي كنا عم نشوفه كمستخدمين versus اليوم كمية المحتوى تمام؟ ما فيك تقارن كمية المحتوى اللي كنت عم تطلع أول ما طلع إنستغرام يلي هو كان قداش؟ عشرة بالمئة من المستخدمين عم بطلعوا صور اليوم عمتي وعمتك وإمي وإمك وزتي وستك كله عم بطلع محتوى فأنت أنا كمستخدم عم بعمل سكرول عم بقضي وقت على إنستغرام طيب صار فيه مثل ما بدي أقول حرب بس صار فيه منافسة جديدة على المحتوى والأخير فيه أفضلية صح ولا لا؟ ما حتشوف كل شي لأنه إذا شفت كل شي راح ترفيه راح تسلي صح؟ فبالأخير المحتوى اللي حتشوفه إذا كان صورة أو إذا كان فيديو أو ريل حيكون باست على الشي اللي أنت بتحبه طمام؟ وفيه يعني لما صار فيه عدة صار فيه ستوري صار فيه فيديو صار فيه فوتو صار فيه منافسة فالأقوي اللي بيربح صح ولا لا؟ وإذا كان فيه صور عن جد عن جد تستهل تكون قدام يعني قدام المشاهد الصور عم تطلع وأمرار الصور عم تعمل أحسن من الريلز أحسن من الستوريز صار فيه منافسة فأنا اللي بشجعه بهال الإجزامبل المعين هو خلينا شوي نطلع برات الفيد خلينا نطلع برات فكرة أنه بدي طلع صورة واطوماتيكلي كل اللايكات حيجوا لعندي شو فيه أنا استعمل على التطبيق ذاته لحتزيد عدد مشاهدات زيد الريتش تبعي تمام؟ فيه ستوريز فيه ريلز هلا أنت ما كتير على ريلز بس في عندك ستوريز تمام؟ ستوريز متل ما كلنا بنعرف فأول شي بنعمله بنطلع بسطوريز صح ولا لا؟ ففي عدة سورفزز أو عدة طرق فينا نوصل الصورة لأكبر عدد ممكن من الناس وإذا عم نطلع على ناس بعدهم ما بيعرفوا شي عنا كحساب أو ناس بدنا نوصل لهم بس مش عارفين وين اليوم الريلز هو أفضل طريقة تمام؟ وخلقنا شوية كم طريقة علشان ناس مثلك يا أحمد يكون عندهم بس صور ما كتير بتعيلين لهم فيديو شوي تصير أسل عملية اختراع الريلز أو عمل الريلز تمام؟ إن شاء الله تكون جوابتك على سؤالك حبيبي شكراً جزيلاً الحقيقة يمكن أكثر الكلام اللي قلت اليوم أنا كشاب وهالشاب اليمي أصغر منه أصغر منه أصغر منه أصغر منه وأكثرها للأسف قدع وكاذبة كيف نستطيع أن نميز من هذا و هذا؟ مشكور شكراً 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 ما عندي جواب معين عليه لأنه الرحلة بعدها بأولها ما بنعرف بعد سنتين تلاتة شو هيكون وصراحة أظن متل ما البرودكت والرؤية رايحة أظن كل ياتنا قلنا محل من بوليتيشنز من بوليتيشنز لناس صغار وناس كبار وناس على أطياف المجتمع كله أظن كل ياتنا عنا محل هيدا الشي اللي بيطممني كيف حيكون شكل المتافير صراحة ما بعرف فهيدا الشغلي أظن هتاخد تفكير كتير استثمارات كتير عدة شركات بحط كلها فيها عشان نعمل هالرؤية فهيدا أول سؤال تاني سؤال سألتني حضرتك عن المونتايزيزيشن تمام أنا بدأي لكن يا جماعة أنه كفيسبوك وإنستغرام ولا بحياتنا نحنا حنبعت لكن إيميل أو أسمس ونقولكم دوسوا على هيدا اللينك أو يور أكاونت ما بعرف شو أو منشوف كتير من هالمساجات وكتير هالرسائل للأسف بعالمنا العربي كمان والناس للأسف بعد عم بتصدقها بس قد ما فينا نحنا كل ما إجتنا الفرصة عم نحكي عن الموضوع مشان نوعي شوي فأهم شي هول الرسائل معظمون مغلوط معظمون إشعات تمام إذا يعني الحقيقة التامة هي بقلب بقلب الآب أو بقلب التطبيق ولا بحياتنا هنجي نقلك صح صح ويحول لي مبلغ مزبوط 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 فأستاذي لو سمحت كل الناس اللي سامعينني اليوم في شي على المنصة اسمه تو فاكتر أوثنتيكيشن لو سمحتوا فعلوا لو سمحتوا بالفاكتر أوثنتيكيشن والسيكوريتي عشان نتفادة هالأشيه ويا ما سامعين أصص من ناسا تهكرت حساباتها وطلبوا من هون عشرات الألاف وخلينا ساكتين شكرا 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 لا أستطيع أن أسمع المتابعين لا أستطيع أن أسمع المتابعين هل يمكنك أن تساعدني؟ المتابعين إذا كلب حاجة إلى هيدا الديفايس والسؤال الثاني هو هل في أجزامبلز من العالم العربي لمشاريع ناجحة وذين دي متابعين إن كان كونسرت أو شبس يعني هل في أجزامبلز نقدر نتعرف عليهم؟ حسنا حسنا بس ذكرني باسمي كلاوس سمحتني جوزات أبي تامر شكرا سؤالين كثير مهمين أول سؤال كان عن الزكري أول سؤال أول سؤال الديفايس حسنا نتذكر في 2006 قبل أن يخرج هذا الجهاز لا أقول اسمه نحن 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 كيف كانت غريبة الشيطة أن لماذا أريد أن أشتري أجوزات أو موبايل لم أعرف كم ألف دولار لكي أرى صورة أو أذهب على الإنترنت هذه الشيطة التي كانت أنت تتغير كيف أجوزات أجوزات كيف أسعار الموبايلات والأنواع الموبايلات تتغير قليلاً صار شوية بمقدور الناس مش بس ياخدوا التليفون صار عندهم تليفونين عرفت كيف فهيدي الشغلة أنا بتتوقع تصير نفس الشيء بالدفايس تبع الميتابيرس حالياً اليوم في عنا شيء اسمه كوست أوكلس كوست من فيسبوك ما بعرف إذا شفتوه أو شي كتير حلو بنحط على الوجه وإنه إميرسيف فيك تفاعل في نحن عنا بالمكتب عم نحضر اجتماعات فيه أنا بعد ما جربته بس شي كتير حلو شفت الناس عم بجربوه فيك تتعلمي كيف تتلعب بيانو تحضري كونسرت للأسف ما فيه إكزامبلز معين من عالمنا العربي اليوم 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 ايكزامبلز معين بس أنا بعرف إنه سموه الشيخ محمد والسمو الشيخ حمدان نيناتهم كتير مهتمين بهيدا الموضوع أظن كان فيه ندوي عن الميتابيرس الأسبوعي اللي فات إذا ماني غلطان فيه كتير اهتمام في كتير استثمار من دبي بالتحديد وراء الميتابيرس وأنا ما بستغرب أبدا إنه يكون عندنا إكزامبل كتير 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 حلو قصة نجاح من هاي من هاي دي المدينة يعني من خلال كم شهر عرفتي كيف فخلينا خلي عيوننا مفتحين أي سؤال تاني مرحبا اسمي أبراهيم توتنجي وأنا صحفي من صحيفة البيان أهلا أبراهيم اليوم أكيد كلنا متفقين أنه منصات التواصل الاجتماعي يعني عم تاخد كتير وقت من تحديدا الشباب والنشأ سؤالي إلكون اليوم لما تكونوا بالمكتب هوني بالمقرات الإقليمية المسؤولة عن توجيه السياسات للعلاقة بالمنطقة أو بالثقافة العربية قديش بيكون حاضر ضمن اجتماعاتكم أو خطتكم فكرة التأثير والإلهام والثقافة العربية نفسها بوزنها بتاريخها بأهميتها بجماليتها عم نحكي عن شعر عم نحكي عن أدب عم نحكي عن مناطق جميلة بعالمنا رسائل ملهمة بعيدا عن مسألة الخوارزميات اللي يمكن عم تدعم دائما فكرة اللايك والانتشار عم نشوف نحن أنه المحتوى الترفيهي اللي أحيانا يفتقد إلى القيمة ممكن يكون عبارة عن نوكات فارغة مقالب أشياء أحيانا قد تكون متطرفة وتصل إلى حد الأذى الأذى النفسي والأذى أكيد أنتو عندكم كتير طولز للرقابة على هذه القصص بسؤالي من الجوهر من الأساس قديش مسألة إلهام الأجيال اليوم في العالم العربي تحديدا بعيدا عن السياسات الخارجية أو اللي بتفرضها الشركة نفسها هل هناك خصوصية لمحتوى عربي اليوم يقدر يرتقي بالنشء ويوجهه إلى رسائل إيجابية وبناءة بعيدا عن التشويش والتشويه اللي كل الوقت نحن عايشين فيه بشكل هائل يعني شو حلو السؤال شكرا تير براهين خليني أقسم الجواب لقسمين القسم الأول اللي هو أكثر شي خاصة بالسياسة اللي هو أنا ما في يجاوب كثير عنه بس حقلك أنه نحن حاضرين بمكتب أقليمي بمدينة دبي ومثل ما شايف عم بحكي عربي اللي هي شغلة ما كانت يمكن تصير قبل خصوصا من منصاتنا علشان هيدا الشغلة نحن صوت يعني أنا كمدير شركاء الإعلام أنا شغلتي بقلب الشركة وصل صوت شركائي بالمنطقة للمكتب الأقليمي بلوندن المكتب الأقليمي بمنلو بورك طمام فأنا بعتبر حالي ممثل المنطقة يعني بقلب الشركة وهيدا شي صراحة مسؤولية كبيرة ومسؤولية ما في شخص واحد يعملها بس 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 صوت построي بس 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 أجل بس بس Bo للأسف يا إبراهيم نحن بمنطقة من العالم بعدنا شوي بدلنا توعية لما بيجي الأمر لخلق محتوى هادف أو خلق محتوى غير عن الأشياء اللي حضرتك خبرتنا عن هالنكاة والأشياء السخيفة أنا بالنسبة لإلي بشوفها شوي بالعكس المنصة موجودة صح ولله المشاهدين والمستخدمين عليها موجودين ما في سياسة أو بوليسي أو قانون معين بيقلك ما تخلق أو ما تحط محتوى له هدف معين أو له رسالة بالعكس نحن الطريقة اللي مشوف فيها المنصة أنه هي مكان للجميع طبعا بإذا بيتأيادوا بالكوميونيتي ستاندرز والسياسات كل هول فأنا بدي شوي أقلب الجواب بدي يقلب الطاولة على الميل التاني عن ناحية تانية أنت كصحفي ونحن كعالميين بالعالم العربي كمان عندنا مسئولية نحط محتوى هادف عرفت شو يعني المنصة عم تعطيك المنصة عم تعطيك المشاهدين المشاهدين ماطرين مستنيينك بطل شغال شغال تمام بس لأنه لقلته كتير مهم بعيدا عن فكرة بس معادلة الجمهور عايز كده اللي نحن نعرفها من أيام السينما ومن أيام نقاش بالأفلام الهادف والأفلام غير الهادفي هل اليوم لديكم مسئولية حين ما التقاط المحتوى الهادف بتمييزه ودعمه بشكل مختلف عن ديمقراطية المنصة بكون تتيح للجميع كل شيء أنا هيدا سؤالي يعني هل بسياساتكم عنكم هذه الرغبة أو هذا التطلع بتقييم المحتوى الهادف ودفعه عن نسمع منصات أخرى ما بدي أذكر يمكن أنتم ما بتحب تسمع منافسين بس يمكن أنا بعرف أنه مثلا سناب شات أو منصات أخرى اليوم عم بيسعوا أنهن يشتروا هذا المحتوى ويدفعوا حقه فلوس من صانعي المحتوى لا يروجوا ولا حتى يعطوا صبغة أو مختلفة لمنصات حلوى السؤال شكراً إبراهيم أظن المؤسسة اللي أنت جاي منها من أكبر الاشتراكات طب عنا صح؟ وهذا الشيء أظن إن شاء الله يجاوب على سؤالك أنا شغلتي هون نخلق هذه الشراكة بين صناع المحتوى اللي هو مع التيم الثاني والقطاع الإعلام علشان نقدر نطلع ندفش هالمحتوى على المنصات فالجواب البسيط طبعاً بس في فرق بين ما انطقي أنا المحتوى اللي بدية كمنصة وبين ما مارس سلطة أبوية إذا فيك تقول على المستخدمين طب عولي فالفرق كتير 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 بسيط بس أنا هون عشان إدعم المؤسسات الإعلامية يحطوا المحتوى بطريقة يعني بس براكتس علشان أكبر عدد من المشاهدين يشوفها فأظن جوابي هو إيه وجوابي يعني مش هتكون طريقة غير أو غريبة عن الطرق اللي أنت حضرتك يومانشن فأظن شكراً مرحيم تفضل أستاذي شكراً جزيلاً على التوضيح أنا حقيقةً سعيد بوجودي معك شكراً أن تتخذ الدولة قرار أو أي قيادة عالمية بمنع شيء معين يمس الأطفال مثلاً يحميهم مثل ما موجود الآن في تقنية الآيفون بدون ما أسمي شركات كثيرة تستطيع تدخل على الجهاز وتتحكم في الأشياء الرقابة الأبوية هذا مهم جداً هل التقنية الجديدة هذه المتفرس فيها جوانب تدعم الجانب الرقابة الأبوية هذا مهم جداً بالنسبة لنا وهل لكم فرع في السعودية لشركة حلقتكم طمعاً طمعاً أول سؤال عن الرقابة الأبوية أو الرقابة الويلدين على التكنولوجيا اللي جاي للأسف بعد ما في يعني أنا اللي بعرفه أنه متى نحن من أولوياتنا سلامت المحتوى وأمرار كمان من روح زيادة عن الزوم بس لحتى نتأكد أنه كل شيء تمام فأنا مأكد أنه يلي حيطلع من شركة متى على المتافيرس حيكون مطابق للقوانين يلي عم 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 نشتغل فيها هيدا من الناحية بيرنت الكنترول أو رقابة أبوية صراحة تكنيكلي يعني بحرفياً ما عندي جواب لأنه التكنولوجيا بعدها عم تتطور تمام بس إن شاء الله يكون فيه شيء نقدر نحمل الولاد والأطفال من محتوى ممكن يكون مسيئة لقلهم هذا واحد اثنين للأسف ما عنا مكتب إقليمي بالسعودية بس إن شاء الله ما بتعرف عن قريب إن شاء الله يكون يكون عنا برزنس شكراً كتير أظن شكراً كتير شكراً كتير لحضوركم وأنا بفخر أنه اليوم قدرنا شوي نحكي عن أشياء كلكون زوء ومشوفكم آخر إن شاء الله شكراً كتير شكراًك